أعزائي طلاب أصطف الثالث الابتدائي منهج اللغة العربية أهلا بكم معي ودرس جديد من دروسنا وهو مسرح المدرسة نقرأ مع بعض الدرس بيقول أقامت مدرستنا حفلا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر يوم يا ولاد 18 ديسمبر وكان احتفالا عظيما إذ بدأت مراسم الاحتفال بكتابة لافتات وعبارات تتحدث عن روعة لغتنا العربية وجمالها ولدى دخولي أوضحت لنا المعلمة أننا سنمر بأربع مراحل حتى نتعرف أصالة لغتنا وتاريخها على مر الحضارات المراحل اللي مرت بيها لغتنا العربية يا أولاد كانت زي ما هي قدامنا كده أربع مراحل في البداية كان هناك خطات يكتب أسماءنا بمختلف الخطوط العربية ويشرح لنا تاريخ الكلمة وأصل الخطوط وأنواعها وأهم ما ذكره أن الخط العربي سلك طريقه في رحلة طويلة حيث نشأ نشأة عادية ثم سرعان ما تتور بتطور الحضارة إلى أن وصل لحد الإبداع إذن الخط العربي يا أولاد أول ما نشأ أو بدأ ما كانش زي ما هو معنا دلوقتي كان بيمر بمراحل رقم ثلاثة وحملت الخطوط العربية أسماء المدن أو الأشخاص أو الأقلام التي كتبت بها يبقى الخطوط العربية كانت بتسمى باسم المدن اللي هي بتتكتب فيها أو الأشخاص أو الأقلام اللي بتكتب بيها ومن أهمها النسخ والرقعة والكوفي والفارسي والديواني وخط الثلث وغيرها الكثير وطلبت منه أن يكتب اسمي بالخط الكوفي على لوحة لأعلقها على باب غرفتي يبقى يا أولاد التلميزة دي هي اللي طلبت من الخطات أنه يكتب لها اسمها بخط إيه يا أولاد؟ بالخط الكوفي علشان تعلقها على باب الغرفة بتاعتها بعد كده ثم انتقلنا للمحطة الثانية وفيها مررنا برجل يحمل على كتفيه صندوقا يطلق عليه صندوق الفرجة فتعجبنا منه فحكى لنا قصته قائلا منذ سنوات طويلة اختفت مهناته يعني وظيفته راحبت فقد كنت أحمل على ظهري صندوقا خشبيا مستطيل الشكل يحوي عجائب الصور وغرائب القصص كان معي أولاد صندوق بيحمل على ظهره فيه عجائب الصور وغرائب القصص وأسير به في الشارع وأردد عبارات شعبية طريفة وقام هذا الرجل باستخدام الصندوق وروى لنا قصة من التراث من قصص كليلة ودملة وقمنا بالتقاط الصور معه وانتقلنا بعدها إلى المسرح وقد امتلأ بالعديد من الشعراء الذين قاموا بإلقاء الأشعار الفصيحة وتهللت وجوه الجميع لفصاحتهم وأدائهم المميز في الختام تحدث مدير المدرسة عن اللغة عامة واللغة العربية خاصة يبقى كان يتكلم عن جميع اللغات ولكن بالذات اللغة العربية وكان حقا حديثا شائقا وأكثر ما لفت انتباهي في حديثه أنه قال إن اللغة العربي إن اللغة بشكل عام وسيلة التواصل الأولى بين البشر ومع تعدد الشعوب والأجناس والقبائل تعددت اللغات وأصبحت كل لغة تعبر عن ناطقها وتشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخهم وثقافتهم فاللغة هي هوية الإنسان والشيء المعنوي الذي يدل على انتمائه وعرقه وثقافته بعد كده يا أولاد ننتقل لأهم الشخصيات التي وردت في القصة طبعا التلميذة اللي هي اللي كيف بتكلمنا وبتحكي لنا المعلمة، الخطاط، رجل يحمل صندوق الفرجة العديد من الشعراء ومدير المدرسة طيب الزمان بتاع القصة كان إيه؟ الثامن عشر من ديسمبر المكان كان إيه يا أولاد؟ المدرسة أحداث البداية، الحاجات اللي حصلت في بداية القصة إقامة المدرسة حفلا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وإيه كمان كتابة لافتات تتحدث عن روعة اللغة العربية طيب أحداث الوسط أو المشكلة اللي كانت في نص القصة المرور بأربع محطات اللي هي اللغة العربية مرت بأربع محطات لتعرف أصالة وتاريخ اللغة العربية واحد، الخطاط وحديثه عن أنواع الخط وتطوره دي أول مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية أو خطها اثنين، رجل يحمل صندوق الفرجة يحكي لنا قصة من التراث ثلاثة، إلقاء الشعراء أشعار فصيحة أربعة، كلمة مدير المدرسة عن اللغة عامة واللغة العربية خاصة بعد كده نهاية القصة أن اللغة وسيلة تواصل هي اللي بتخلينا نتواصل مع بعض كبشر اثنين، تعددت اللغات بتعدد الشعوب والأجناس والقبائل بعد كده نتعلم إيه من القصة دي أولاد؟ روعة وجمال اللغة العربية وإيه كمان، أسماء الخط العربي خدنا الخط الكوفي والنسخ وهكذا ثلاثة، أن اللغة جزء من تاريخ وثقافة الإنسان ننتقل بعد كده يا أولاد للأسئلة بيقول لي نشاط واحد ضع تحت كل صورة اللغة المناسبة لها هندية أم عربية أم إنجليزية حنشوف اللغة ونعرف طبعاً اللغة الأولى على طول إيه يا أولاد؟ طبعاً من الحروف عرفنا أنها لغة عربية طبعاً طيب، اللغة الثانية دي لغة إيه؟ برافو عليكم، إنجليزية إحنا طبعاً عارفين برضو الحروف الإيه؟ الإنجليزية اللغة الثالثة، لغة هندية اللغة الإيه يا أولاد؟ الهندية بعد كده يا أولاد نشاط باء بيقول لي ضع علامة صح تحت الكلمة المناسبة للغة بيقول لي هنا اللغة الإنجليزية طبعاً أنا بخير دي عربية الإنجليش إيه؟ أو الإنجليزية برافو عليكم؟ طيب، اللغة العربية هنا مصري هنا ايجيبشيان طوال هو طالب اللغة العربية تيبقى مصري برافو عليكم ثالث حاجة، اللغة الصينية هنا معفريند طبعاً دي إيه؟ صديقي باللغة الإنجليزية طيب، الصينية player يبقى يحنا إيه؟ في اللغة؟ هو طالب اللغة الإنجليف الفريق الصينية يبقى هي دي اللغة إيه الثالثانية بعد كده يا أولاد بيقول لي صل بالمعنى المناسب للكلمات الملونة في كل جملة مما يلي أول جملة بيقول لي سلكت مياه النيل طريقها إلى مصر سلكت اللي هي الكلمة الملونة معناها إيه يا أولاد؟ يعني سارت فيه طيب القصص تحوي العديد من القيم تحوي يعني إيه يا أولاد؟ برافو عليك تشتمل على طيب يمتلئ التراث العربي بالقصص الجميلة إيه هو التراث؟ برافو ما تركه الأجداد طيب جاء العيد فتهللت الوجوه تهللت الوجوه يعني إيه؟ فرحت برافو عليك قرأت كتابا شائقا شائقا يعني برافو عليك ممتعا الشعر جزء لا يتجزأ من تاريخ العرب لا يتجزأ يعني إيه؟ لا ينفصل بعد كده يا أولاد بيقول لي ضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجملة غير الصحيحة واحد أقامت المدرسة حفلا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية؟ طبعا صح زي ما احنا خدنا في الدرس اتنين الخط العربي له شكل واحد ومميز منذ البداية؟ ولا مر بأربع مراحل؟ يبقى الإجابة خاطئة ما كانش ليه شكل مميز ومحدد من البداية بعد كده تحدث مدير المدرسة عن اللغة بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص؟ طبعا صح؟ زي ما اخذنا في الدرس بعد كده يا ولاد اللغة لا تعد جزءا من ثقافة وتاريخ أهلها؟ لأ طبعا الكلام خطأ طبعا تعد جزءا من ذلك الشعر جزء لا يتجزأ من تاريخ العرب؟ طبعا يبقى الإجابة صحيحة بعد كده يا ولاد بيقول اقرأ ثم أكمل في قصة مسرح المدرسة نحتفل باليوم العالمي لللغة العربية في يوم كام يا ولاد؟ الثامن عشر من شهر إيه يا ولاد؟ من شهر ديسمبر برافو عليكو بعد كده كان الرجل يحمل صندوقا يسمى برافو عليكو صندوق صندوق إيه؟ الفرجة صندوق إيه يا ولاد؟ صندوق الفرجة بعد كده يا ولاد أقامت المدرسة حفلا بمناسبة طبعا إيه؟ اليوم قولوا معايا العالمي لإيه يا ولاد؟ للغة العربية اليوم العالمي للغة العربية طيب بيقول إن مدير المدرسة ذكر مدير المدرسة أن اللغة وسيلة إيه الأولى؟ وسيلة الإيه برافو عليكو التواصل الأولى بين الإيه؟ بين البشر بعد كده يا ولاد بيقول لي اقرأ القصة ثم ضع كل مرحلة في مكانها المراحل اللي مر بيها الخط العربي علشان يبقى في شكله اللي احنا عارفينه النهاردة إلقاء الشعر الفصيح، كلمة مدير المدرسة، صندوق الفرجة، الخط العربي وتطوره، الأولى كانت إيه يا ولاد؟ الأولى كانت برافو عليكو، الخط العربي وإيه؟ العربي وتطوره، دي كانت أول إيه؟ أول مرحلة، طيب المرحلة الثانية كانت إيه؟ كانت صندوق، صندوق إيه؟ أولاد، الفرجة، صندوق الفرجة، طيب المرحلة الثالثة كانت إيه؟ برافو عليكو، إلقاء الشعر إيه؟ الفصيح، إلقاء الشعر الفصيح، والمرحلة الرابعة كانت إيه؟ كلمة مدير المدرسة، كلمة مدير إيه يا ولاد؟ مدير المدرسة، بعد كده بيقول لي اقرأ ثم أجب، أقامت مدرستنا حفلاً كبيراً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر، وكان احتفالاً عظيماً، إذ بدأت مراسم الاحتفال بكتابة لافتات وعبارات تتحدث عن روعة لغتنا العربية، بيقول لي هات جمع اللغة، جمع اللغة إيه هنا؟ برافو عليكو، اللغات، طيب مفرد لافتة؟ لافتات عفواً، مفردها إيه؟ برافو عليكو، لافتة، طيب أذكر تاريخ اليوم الذي أقامت فيه المدرسة الحفل، طبعاً الثامن عشر من إيه؟ من ديسمبر، الثامن عشر من ديسمبر، بيما بدأت مراسم الاحتفال؟ بدأت بإيه يا ولاد؟ برافو عليكو، بكتابة لافتات وعبارات، بكتابة إيه؟ لافتات وعبارات تتحدث عن روعة لغتنا العربية، بعد كده يا ولاد بيقول لي استخرج من الفقرة إسماً، زي كلمة إيه اللي وردت في الفقرة؟ مدرستنا، طيب استخرج فعلاً برافو عليكو، أقامت تبقى إيه؟ أقامت حرفاً زي إيه؟ زي مثلاً في حرف الجر، كلمة بها لام شمسية، زي كلمة إيه؟ الثامن، الثامن، طيب كلمة بها حرف مشدد، زي كلمة إيه؟ للغتي، اللي هي والإيه؟ اللام التانية دي، للغتي، طيب كلمة بها تنوين بالفتح، زي كلمة إيه؟ أقامت حفلاً، يبقى حفلاً، ونوع تنوين بالإيه يا ولاد؟ تنوين بالفتح، بعد كده يا ولاد بيقول قعد قراءة القصة ثم أجب، الفكرة الرئيسية للقصة هي الخط العربي أم الشعر العربي أم اللغة العربية؟ طبعاً اللغة العربية كلها، بعد كده حملت الخطوط العربية أسماء، أسماء المدن، برافو عليكو، أو الأشخاص، برافو، أو الأقلام التي كتبت بها، طيب ما أسباب تعدد اللغات؟ بعد كده يا ولاد بيقول لي ما أسباب تعدد اللغات؟ إيه اللي خل اللغات متعددة؟ بسبب تعدد إيه يا ولاد؟ بسبب تعدد، ها، القبائل برافو عليكو، القبائل والأجناس، أجناس الناس يعني؟ وإيه كمان؟ والشعوب، يبقى بسبب تعدد القبائل والأجناس والشعوب، طيب، على ما تدل لغة الإنسان؟ طبعاً لغة كل إنسان تدل على إيه يا ولاد؟ تدل على انتمائه، تدل على إيه؟ على انتمائه، وعرقه، وإيه؟ وثقافته، يبقى برضو بتدل على ثلاث حاجات، على انتمائه، وعرقه، وثقافته، بعد كده يا ولاد بيقول لي ضع كل كلمة مما يلي في جملة شائقة، ممكن أقول الكتب شائقة، تهلل وجهه، ممكن أقول الناجح تهلل وجهه، يعني كان فرحان، يتجزأ، ممكن أقول إيه؟ ممكن أقول يا ولاد، اللغة جزء لا يتجزأ من ثقافة صاحبها، تحوي، ممكن أقول المكتبة تحوي كتباً جميلة، التراث، ممكن أقول التراث ميراث أجدادنا، تسلك، ممكن أقول تسلك المذاكرة طريق النجاح، بعد كده يا ولاد بيقول لي اقرأ ثم كون أفعالاً من الحروف التالية، الفعل الماضي، جايب لي هنا بيقول لي الماضي عندي را با شا شين، تبقى إيه؟ برافو عليكو تبقى شاربا، يبقى الفعل الماضي إيه؟ شاربا، بعد كده لام جيم سين، تبقى إيه؟ برافو عليكو جالسا، فعل إيه؟ وهو فعل ماضي، نيجي للفعل المضارع، ها؟ يبقى إيه؟ برافو عليكو يشربو، والفعل المضارع هنا إيه؟ يجليسو، طيب، الفعل الأمر، ها؟ لما جي أقمر حد علشان يشربو أقوله إيه؟ برافو عليكو أقوله اشرب، طيب، عاوز حد يجلس، أأمره أقوله إيه؟ برافو عليكو اجلس، بعد كده يا أولاد بيقول لي صل كل فعل بنوعه، لعبة، فعل إيه يا أولاد لعبة؟ برافو عليكو فعل ماضي، طيب، إلعب فعل؟ برافو عليكو أمر، نلعب فعل مضارع، وقلنا أي فعل مضارع بيبتدي بحرفة من حروف أنايتو، يذهبوا من حروف أنايتو، الفعل إيه؟ مضارع، ذهبا فعل برافو عليكو ماضي، اذهب فعل أمر، نيجي للنشاط اللي بعد كده يا أولاد بيقول لي من أنا؟ فعل أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ أول حاجة بيقول أنا فعل أحدث الآن وما زلت مستمراً، مين الفعل اللي بيحدث الآن ولازل مستمر؟ طبعاً الفعل إيه يا أولاد؟ برافو عليكو، الفعل المضارع، طيب أنا فعل حدث وانتهى، يبقى الفعل إيه؟ ممتزين، الفعل الماضي، طيب أنا فعل أدل على طلب، فعل إيه؟ برافو عليكو، الفعل الأمر، بعد كده يا أولاد بيقول لي اقرأ ثم صنف الأفعال التالية حسب النوعي، فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أول حاجة كتباه، فعل إيه؟ برافو عليكو، فعل ماضي، وبعدين اللي اخترته أعمل عليه علامة أنه خلاص اخترته، طيب تكتبوا، فعل برافو عليكو، مضارع، تكتبوا، أصنفه يعني أكتبه جنب النوع بتاعه، يبقى تكتبه خلاص، أكتب فعل، ها، أمر برافو عليكو، أكتب، طيب وبعد ما اكتبه أعمل عليها علامة زي ما قلتلكو، قام، قام، ها، فعل ماضي، يقوم، فعل، ها، مضارع برافو عليكو، يقوموا، طيب بعد كده بيقول لي قم، برضو يبقى فعل إيه؟ قوم، قم، فعل، ها، أمر برافو عليكو، تأكلوا أو نأكلوا، فعل، ها، مضارع برافو عليكو، يبقى نأكلوا، بعد كده بيقول لي كل، كل طبعا على طول فعل أمر، طيب أكلوا، فعل طبعا إيه يا أولاد، فعل ماضي، خلاص أكلوا، أكلوا، فعل إيه؟ فعل ماضي، طيب انتصروا، فعل إيه؟ برضو ماضي، انتصر خلاص في الماضي، أنتصروا، لا ده فعل إيه؟ فعل مضارع، أوله أنايتو، أهو، أنتصروا، أوله ألف هو من كلمة أنايتو، انتصر، طبعا فعل إيه؟ فعل أمر، نيجي لآخر سؤال معنا النهاردة، بيقول لي عبر عن كل صورة بالفعل المطلوب، طالب منك هنا فعل ماضي وتعبر عن الصورة بيه، أقول إيه؟ برافو عليكو، نام الولدو، نام الولدو، الولد نام خلاص يبقى فعل ماضي، طيب فعل مضارع، أقول إيه؟ برافو عليكو، تلعبوا، البنتو، تلعبوا إيه يا أولاد، البنتو، أو عفوا يا أولاد هنا أقول تأكل، في الصورة تأكل، يبقى تأكلوا البنت، كده بعبر بالفعل إيه؟ المضارع، بعد كده فعل أمر، الولد مامته بتكلمه زي ما إحنا شايفين في الصورة وراي العصير، ممكن تقول له إيه؟ برافو عليك، اشرب، برافو عليكو، اشرب العصير، يبقى اشرب هنا فعل إيه؟ فعل أمر، وبكده يا أولاد خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة وأشوفكو إن شاء الله في الدرس اللي جاي، ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا